المدير الرياضي لشتوتجرت اشتغل لمدة سنة في أرسدل كان لكنه لانتقادات شالسة جدا على قراراته في الفترة دي من الصحافة الإنجليزية تحديدا الصفقات يعني اللي عملها كان ايه دوره في التعاقد معاك وتقييمه ايه اجمالا يعني بشكل عام لعملك معايا والفترة اللي كنت تواجدت فيها معايا هو شتوتجرت بصفة عامة نادي كويس جدا بيدي فرص لعيبة صغيرة كتير مثل انت برضو شاب في نفسه كده شوية ان هو بيتكلم مع اللعيب عادي مفتوح وهو يعني يعتبر من اعلى الناس في النادي فانت لما العلاقة تكون كايسة معايا تقدر تتكلم بصراحة وتقول كل حاجة جواك طبعا لما كلمني كان هدف ان انا جاي يلعب وساعد الفرقة هم كانوا محتاجيني طبعا عدينا برضو فترة صعبة الفترة اللي فاتت ان احنا كنا بنلعب على الهبوط بس السكته فينا ما كانتش مقلتش خلص وكان دايما بيخش يقول لنا انتو من احسن فرقة في الدورة وبتلعب احسن كورة بس احنا بس عايزين نكسب وناخد نقط من الناحية دي انا شايف ان هو كان عمل شغله كان كويس جدا يعني الموسم ده هاخد من اجابتك سؤال تاني شتوتجرتل من الانديال عريقة جدا في المانيا بس لقينا بي صارع على الهبوط السنادي وده بقى الحال المؤتاة في المانيا مش شتوتجرتل بس يعني بنشوف انديال عريقة جدا مثل تشالكا مثل هامبورج كلها انديال هبطت وصعدت ومنها اللي لسه مصعدش وما اقلق وفيردر بريمن ازاي الادارة كانت الاول ورغم كل دات واسقة في متاراتزو المدرب وايه اللي بيخلي الانديال كبيرة كده في المانيا توصل للحال ده في الفترة دي الناس من بره بتبقى شايفة حاجة مش شايفة اللي بيحصل جوه النادي شتوتجرت طبعا فريق كبير جدا بس الفترة اللي فاتت اخر خمس ست سنين ما كانتش ماشية معاها جدا كانوا مواكين مشاكل كبيرة طبعا في حاجات كتير الناس ما تعرفش عنها بس شغل المدرب في التمرين وفي الموتشاط بيبان من اللعيبة والناس اللي جوه النادي اللي شايفة ايه اللي بيحصل كل يوم والمدربية دي قدي للنادي لو حد تفرج على الماتشات برضو كنا بنلعب بشكل كويس جدا مع اننا كنا تحت خالص كنا بالنافس عادي مع اي فرقة كنا بنا اخر ماتش حتى او قبل اخر ماتش لعبنا الباين وكنا 1-0 يعني جيبنا الجن قبلهم فاحنا منحاول نلعب بالطريقة دي وده بيبان للناس في النادي فممكن بيكون بيبان للناس اللي ما اتفرجش على الماتشات بالتخاصص يعني ان هي شايفة الجدول احنا في اخر الجدول فاحنا انها فرقة وحشة والمدرب وحش بس هو كان عامل شغل كويس جدا بالذات بالامكانيات اللي معانا في فرقة كنا منلعب بطريقة كويسة جدا فالنسبة لي يعني مش شايف حد احسن ممكن يعمل الموضوع ده وعشان كده كان قاعد في النادي ان هو عنده فكرة وعايز يطبقها ونسبة كلامك عن باور ميونيخ الناس جمهور عادي حتى هنا في مصر بيكون بيشجع فريق بيلاعب باور ميونيخ بتبقى ليلة صعبة قوي انت كان احساسك ايه وانت بتلعب وفضهم في الاليونز قريبا طبعا باين اكبانت فرقة في الدوري وكله عارف كده انت بتبقى رايح حاطة في مارك انك عايز تكسب حاجة صعبة جدا انك تكسب قدام الباين بالذات انهم عندهم لعيبة كتير واللعيبة كلها جامدة انت رايح حاطة في مارك انك هتكسب لو خسرت عادي بتحصل يعني مش انت اول واحد خسرت اربعة خمسة صفر بالذبط بس احنا نزلنا وكنا قلنا خلاص هننزل وكل واحد يعمل اكسى مجهود ويدي اكسى حاجة عنده والتوفيف الاخر بتعربنا يعني والحمده اللي عملنا ماتش كايس وبس يعني اي فرقة بتروح للباين بيتمان متوقعها انهم يلعبوا ماتش زي ده اشتركوا في القناة